السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياك الله معك عبد المجيب الفيديو هذا بتكلم فيه عن بعض خصائص لغة جاواسكريبت اللي قد تكون شوي فيها صعوبة عليك أول ما تبدأ تتعلم اللغة الفيديو هذا موجه لللي بدأ يتعلم اللغة مش يعني يعرف مش هي جاواسكريبت إنما في بعض المفاهيم اللي ممكن تسبب لك مشاكل هذه المفاهيم ما انتقيتها أشغائيا بناء على دراسة لغة جاواسكريبت والعمل فيها سنين طويلة وأيضا تدريب الناس لقيت إنه بعض المفاهيم هذه شوية يعني غريبة السبب طبعا إنه لغة جاواسكريبت في أشياء خاصة بس بجاواسكريبت الموضوع الثاني هو إنه إحنا نجي من ثقافة معينة عن لغات برمجة معينة ثم نجي هنا لنجي شيء مختلف تماما في لغة جاواسكريبت جميل فهذا الفيديو أنا وجهته ليك إذا كنت ناوي تتعلم جاواسكريبت ممكن تشوفه وإذا بديت تعلم جاواسكريبت عندك سوء فهم برضو يشوفه خليهم بعكي الشيء بالشيء يذكر الفيديو طويل أنا ما أحب الفيديوهات الطويلة دي أكرهها لكن مطر أسوي لك إياه بمكان واحد حتى أنك ترتاح لذلك قسمت لك الفيديو أنا كل منطقة موجودة تحت الفيديو ابدا من عند المنطقة اللي تحتاجها لاتخالص مرة واحدة ما بيقضي مرة واحدة اهدأ تعلم حبة حبة قبل ما تبدأ قل بسم الله بضغط زر الاشتراك فعل الجرس والقب يا مرحبا بك أول شيء بك تعرف وهي الكونسل شوف كثير في جاواسكريبت تستخدم دالة دالة هذي شو وظيفاتها شو كصتها أو خاصية على وجه التحديد دائما تشوف فيه مطورين يستخدمون كونسل لوقا بغض النظر وين هي موجودة الكونسل هي عبارة عن جزء من المتصفح اللي عندك غايته بالنسبة للتطوير هي المبرمج بقط يعني هذي الكونسل ما تخدم اي احد غيرك كمطور فلا تفكر انه مستخدمي داخل موقعك بستريد منها شيء لا ترى وظيفتها الوحيدة هي انه انت تشوف من حلالها الاخطاء تشوي الديباق للكود اللي عندك تشوف اختبارات معينة تسويها على الكونسل بس ترى هذي شغلة الكونسل الكونسل طبعا انا اتداخل على موقع اسمه كود بن وراح استخدم كود بن لسبب بسيط جدا هو انك انت تقدر تستخدمه معي اذا حاب تطبق معي بعض المفاهيم اللي راح اشرح لك بهذا الفيديو تقدر لا تنسى تشترك بالقناة وتفاعل دي رخصة انبيهاتي انتنا بعد تشتركي للعين يلا الان خلو نشوف الكونسل في البداية انا افضل اني وصلها بالطريقة التقليدية جدا رايت كليك بأي مكان بالمتصفح انسبكت او فحص راح تلاقي الكونسل موجودة هنا هذا وشي نتكلم معنا يا اسهاتك حتى نظراتي راحة بياض ما علينا الان الكونسل شو وظيفاتها وهل هي تختلف من متصفح الى اخر نعم لو انك جيت تتفكر قليلا سكرنا الكونسل جيت تفكر قليلا مع استاذ الفاضل في الكونسل الكونسل راح يكون شكله مختلف يمكن عن من فاير فوكس مثلا دي كرو شكل بسيط اختلاف الاختلاف هذا هل هو سيؤدي او سيفسد للويد قضية اطلاقا لكن انا ارشح لك استخدام واحد من متصفحين انا استخدم حاليا كروميوم وهو اساس النسخة مفتوحة المصدر من كروم فانت استخدم كروم كروميوم او استخدم فاير فوكس لانك بتلاقي ادوات مهولة جدا هناك يعني لو عندك متصفح وتعود عليه ومدري ايش وحاب تستخدمه استيل اقول لك كواحد يبيتعلم تطوير الويب انا انصحك تروح لذول اللي انا دائما تقدمين طيب وشو ممكن يظهر في عندي في الكونسل بالموقع اللي انا فاتحه هذا في عندي كونسل هنا يعني مثل هذه تقريبا زين نفس هذه لك خلوه شوف كيف كيف تشتغل انا لو جي كتبت هنا كود بسيط كتبت كونسل دوت لو وحطيت ميسيج مثل هلو كبرنا الخط شوي عشان شوف كين راحت الكونسل وهذا الجي اس حقي يلا هذه هلو بتلاحظ ان الهلو ظهرت هنا وظهرت هنا جيد طبعا هذه محاكات للكونسل اللي موجودة هنا زين بمعنى انه اللي تكتبوا هنا افتراضيا راح يظهر هنا ولكن ايضا بالموقع هذا يجي هنا اثناء تطويرك انت في جاواسكريبت مجرد ما تكتب كونسل دوت لو ترى الغاية فقط هي واحد حبة واحدة عطني بريلين تركيزة وحش زين الغاية منها انك تختبر بس تفيدك الكونسل لو ان الموقع في خطأ معين صورة ما تحملت اتصال على اي بي اي مثلا بخارجية فيها مشكلة بتلاقي الاخطاء هذي مسجلة عندك فيه ارور بالكود بتلاقيه فيه الكونسل دعا نشوف ارور معين لو فتحنا الكونسل الان هنا تعال خلنا نجرب مثلا يعني خلنا مثلا نستخدم متغير غير معرف لو قلت هنا كونسل دتلوق اكس ومفترض انه هذا متغير موجود يلا هاشت هذي ايضا مفايدتها فقالك انه ريفرنس ارو اكس هذي غير موجودة انا معرفها هذي هي وظيفاتها اذا شغلتها الوحيدة في القطي كذا لا تفكر انها للطباعة وممكن تستخدم وتسفيدينها شيء اطلاقا انت اول ما تعلم جاوسكريبت راح تكون كونسل دتلوق وسيلتك لفحص الكود للاختبارات السريعة نكمل الان شوف مفهوم ثاني المفهوم هذا هو ان اللغة هذي دايناميكلي تايب او لغة ديناميكية اه طبعا انت اذا كنت شغال في الموقع بالمناسبة هذنا وتشتغل اليه ترى بيجيك خطاء معين انت ما است ما ارتكبت الاخطاء هذي زين في هنا اعداد هابيكي تسويه معي روح للبهيفور هنا ويعطل الواتو ابديت بري فيو لعن الواتو ابديت بري فيو هذي لو ان تكتب الكود عندك رايح حاول يشغله فراح اضمعي الان ما كتب كونسل واسكت كذا ووقف بيحاول انه شغل الكود يبطلع لك خطأ هنا فعشان ما يروعك شوي بالاخطاء زين خلا نجرب كونسل الفضل يظهر شيء هنا بس مطلع شيء ما علينا بدان ما قد يروعك بالاخطاء ساولو تعطي لهذا عند بيهيفور اوتو ابديت بري فيو هذي شيء لها علشان نقدر نشغل الكود من خلال رن او كنترول شيفت سبعة الديناميك تايبنج هي فكرة بسيطة جدا انه انواع البيانات عندك مو بالضروري تعرفها مثل اللغات الثانية زي سي بلس 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 او جابا اطلاقا فالفكرة الان خلينا اخذ حب حبه طبعنا تتعرف متغير في جابا سكريبت خلونا نلغي الاشتماع لها احنا ما نحتاجه نقدر نعرف المتغير في هذا الطريق نقدر نقول لت مثلا نيم يساوي مجيب هذا الشكل تم تعريف المتغير عندك لاحظوا انه هنا ما في اي هنت ما في اي شيء يقول انه هذا عبارة عن سترينج عكس اللغات الثانية لازم تقول انه هذا المتغير سترينج هنا ما تحتاج تقول للغة انه سترينج علاوة على انه ببساطة شديدة انا ممكن اني اروح واغير نوع البيانات من هنا فانا ممكن اقول نيم يساوي واحد وما تزعل جابا سكريبت ما تقول لا لو سوينا كونسول دوت لوجو تذكر كونسول لوج كانت فائدتها وانه نعرض النتائج هنا وسوينا الكونسول لوج نيم في المنطقة هذه المفترض انه يظهر ماذا يظهر رقم واحد طيب لو حطنا هنا يظهر الاسم نفسه لماذا لانه تم تعريفه في البداية عندنا هنا على اساس انه سترينج واسم ثم جينا اغير نوع بياناته قلنا واحد لو شغلنا الان الكود عندنا بتلاحظ انه ما في اي مشاكل هذا المقصود به اللغات الدينيميكية او انه اللغة الدينيميكية ما بتحتاج انك تحدد نوع بياناتك نعم يوجد مشاكل وفي كل شخص عنده تفضيلاته الشخصية لذلك في لغة تسمى تايب سكريبت تستخدم تايب سكريبت تاب سكريبت وجاب سكريبت نفس بعض الفكر ان تايب سكريبت تهتم بالتايبينج فما بتقدر تعرف شيء وتعامل مع شيء الا اذا انت عرفت نوع بياناته قبل وهذا الشي بيكون مفيد لتقليل الاخطاع ولكن من زاوية اخرى في مطورين مثلي مو بحبي القصة هذي زي انا ما اجتبي لا تدخل بياني انا ابا اطور زي انا ابا اتعامل مع اللغة بالطريقة اللي تصلح لي ولكن تعالي اعطيك خطأ شائع جدا يحدث باللغة هذي مثال لو عندك الان متغيرين زين متغير الاول اكس قيمته واحد متغير الثاني واي قيمته واحد لو جمعنا الرقمين هذولي كونسول دوت لوج او خلنا نحط متغير ثاني لت ريزلت تساوي اكس بلس واي المفترض يطلع اثنين وهذا الشي الطبيعي كونسول دوت لوج ريزلت شغلي يا وحش الكود بتلاحب معي الان انه النتيجة بتظهر عندك بدون مشاكل الا وهو رقم اثنين يلا يلا هذا رقم اثنين جميل متى بيكون في خطأ عند النظارة لو ان هذا سترينج لو هذا سترينج الان يبيحصل فيه مشكلة لانك بتحاول تجمع سترينج مع نمبر واش بصير عندك بصير عندك النتيجة 11 شغل وهي ليست 11 هي مجرر رقم واحد لنحط جمب واحد هذا هي الاشكال طبعا هو ليس مشكلة انا شخص تعودت او تعاملت مع الارقام كالتالي اذا كان مو انا اللي كاتب الرقم يعني هذا الرقم جايني من اي بي اي مو شرط ان هذا الرقم لما يجيني من اي بي اي بي اي بجيسون فورمات انه راح يكون دائما رقم قد ما يكون رقم قد يكون المطور ناسي ومرجع لي على السيسون وسترينج لذلك انا لما اجي اتعامل مع العمليات هذه لما جالس اتعامل مع الارقام بغض النظر والشي العلامة الرياضية لمستخدمة او العامل الرياضي قد يكون جمع طرح قسمة يعني ضرب مثلا حطينا ضربة الان بتلاحظ ضربة ما في مشكلة لكن مع عملية الجامع لان علامة الجامع تستخدم لدمج النصوص اللي هو دمج النصوص بيكون في مشكلة فانا اتعلم تسوي التالي اني اكتب نمبر ادال له هذي شي تتوي بالضبط هذي تحول لي السترينج الى نمبر بس فبحط هنا اكس زايد نمبر واي الان تجينا نتيجة اثنين لماذا نتحول نوع البيانات تتوينا كاستنج لنوع البيانات حبيبي طلع اثنين هذه هي الديناميكية وهذه هي طريقة التعامل مع الارقام بتعامل مع الارقام طبعا الديناميكية فيها اشياء كثيرة بالمناسبة مفيدة وفي اشياء معين قد تسبب الاخطار في حانك حذر ما تخاف شي فكرة اخرى تحطها في بالك انه تقدر تعرف انواع البيانات انت تقدر استخدم شروط لان في جافا سكريبت لو سألت ببساطة شديدة كتابت قبل ريزلت كذا تايب اوف ريزلت تحطيت اي نوع بيانات تابعي هنا بتجيك نتيجته جاب يقول لك هنا نمبر لاحظه هنا نمبر تعان تقدر ببساطة شديدة اذا حاب تعقد الموضوع اكثر مع اني انا اشوف انه العملية هذي كافية لكن احيانا تحتاج تحقق بالنوع بيانات تبعي فهذا اوبجيكت هذا سترينج قبل ما تسوي عليه شي معين خلاص فتقدر تسأل جافا سكريبت تقدر تقول التالي اف تايب اوف ريزلت يتساوي نمبر شو اللي تابعي هنا اذا كانت سترينج سوو نتابع هنا اذا انت مو متأكد طبعا السبب انه النصوص لها طريقة بالتعامل معها الارقام لها طريقة لانه في مثل تجي مثل انك تقص من نص معين او مثلا ترفع رقم الى وش معين فمتا بالتعامل مع الارقم هذا الا اذا انت متأكد انه ريقم ولكن الارقام عندك المثل عفا عندك الفنكشن هذا هذا غير فيه وتمشي حياتك بحلوة عرفنا ايضا فكرة التايب اوف الشي وعرفنا فكرة الديناميك تايبينج انا من محبين الديناميك تايبينج جدا زين لكن اتقد لا تكون الا نختلف اذا تتوي ماذا لا تتوي خلاف تحت زين هذا السيارة اجي عليك حبيب البي انت تعال المفهوم اللي باته راح اتكلم معك الان عن السكوبز السكوب اللي هو المجال وعشان نفهم المجال تخيل عندك بيت بس البيت هذا المكون من غرف هذا طبيعي جدا بعض الغرف غرف عامة بعض الغرف خاصة فلما تكلم عن المطبخ اي احد بالبيت يقدر اتخل المطبخ لما تكلم عن الصالة اي احد بالبيت يقدر اتخل بالصالة بس مو بي واحد يقدر تخيل غرفة بوك لانه دخلت عند غرفة بوك صح ولا لا صح ليلة هذه خاصة فنفترك ما تخيل غرفة بوك طيب المجالات عندنا نفس الشي في عندك في البرمجة في مجال العام في مجال خاص او مجال اسمه جلوبل ومجال اسمه لوكل لازم تفهم هذه المجالات لانه في فكرة شوي هنا الان لما تجي تتعامل مع جاوا سكريبت بالغالب انك تكتب سكريبت زي ما هو طبعا انت بتكتب بالا اي دي اي عندك ترا هذا شي مفروغ من عنده انا هنا مو قاعد علمك اساسيات جاوا سكريبت ترا انا قاعد اوضح لك زين فالمفترض انك انت تستخدم اي دي اي وعندك فايل فالما تجي تكتب متغير معين ولا افترض اسم شخص ما لا تهنين مرة ثانية هالمرة باكتب اسمي الكامل عبد المجيب هذا وين موجود هذا بالصالة هذا بالصالة يا ابني شلون بالصالة هذا جلوبل كيف عرفت انه جلوبل لانه مو داخل اقواس مو داخل فانكشن برا قاعد الحالة لاحظوا ما حطنا داخل شي يمكن الوصول لهذا في اي مكان اي ببساطة شديدة نقدر لو عندنا فانكشن معرف الفانكشن هذا تست انا اقدر اوصل ليه من خلال كذا لو كتب كونسل دوت لوج نيم واشغل الفانكشن انتعارف الفانكشن يجب ان نشغل الفانكشن نقول له تست الان ما هي النتيجة ببساطة شديدة جاوا سكريبت تحت الدرعم كذا لو كين موجود برا انا عبارة عن غرفة ثانية اقدر اطلع برا اقدر اطلع برا اقدر اطلع برا هذه غرفة عامة تتذكر هذا جلوبل سكوب صحيح ان المنطقة هذه ضيقة مغلقة ولكن هذا الاسم جيني من فوق فاقدر اطبعه اقدر اطبعه شغل يلا ما فيش مشاكل لماذا انطبع نيم لانه بالجلوبل سكوب حبيبي جميل اتفقنا ايش هو اللوكل سكوب اجل اللوكل سكوب يا ولدي داخل الاقواس هذي او اسمه داخل بلوك الان لو جيت على الرف متغير هنا ونفترض ايج واحد ايج واحد هذي لا يمكن تفكر توصله من اي مكان الشينا من رأسي الا من خلال الفنكشن نفسه فانا ممكن اني اسوي لوغ ال ايج هنا نعم لو شغلت الان الكود عندي طبعا رح يشغل تست رح تلاحظ يظهر عب المجيب ويظهر بعد الرقم واحد وعندي اي مشكلة لو رحنا سوينا فانكشن ثاني خلينا نشيل تست هذا محس تدعيه لو جينا سوينا فانكشن ثاني الفانكشن هذا وظيفة بسيطة جدا بسميه ايضا فانكشن تست 2 وجيت هنا سويت كونسول دوت لوغ ايج ماذا سيحدث هذه غرفة ابوك حبيبي ما تقدر تروح هناك هنا بحصل في مشكلة ايج كان ممكن اوصل له انا لما كان موجود هنا لاننا داخل الاقواس هذي هذي مجالي الان لو شغلت هنا تست 2 ماذا سيحدث دين ارفع النظارة اضط على رن جي خطأ كبر راسك يلا يقول لك ايج از نت ديفاينت هو فعلا غير معرف في المجال الداخلي هذا لكن نيم لا حطيت نيم هنا نيم لانه برا نيم قاعد بالصالة الصالة قلنا غرفه للجميع عادي جدا بسم الله رن اشطى بس تنتبه الحاجة ترى انا الان صحيح انه عندي نيم هنا طبعته قدرت اصل له لانه فوق هنا لكن هذا ما يعني اني ما اقدر اعرف المتغير مرة اخرى بنفس الاسم ولكن في مجال مختلف ماذا تقول اقول التالي خلينا ناخذ الفونكشن الحلو هذا حطه هنا تحت عشان بيكتوفه لان عندي متغير هنا اسمه نيم لما استدعيت الفونكشن هذا طبعا عبد المجيب ترى لو جيت هنا انا وقلت لك نيم يساوي حمادة وشغلت شو بيصير بيطلع حمادة بتقول لي ليه بيقول لك والله الاقرب هنا اولى بالمعروف مين اقرب لي بالنسبة لي بالدالة هذه هل هو هذا ولا هذا هذا اقرب اذا انا متغير هذا هو لي بنطبيع الان شغل بيقول لك حمادة الحين شوفك باللوف هون الجاي يلا تعالى بنشوف ثلاثة كيووردز مهمات جدا التعامل مع المتغيرات احنا نقدر نستخدم كونست لتعريف ثوابت بنشوف شمعنى ثابت نقدر نستخدم فار اند لت انا مشكلتي الحقيقية مع الاثنين هذولا لان هذه واضحة بالنسبة لك لكن خلينا نتعرف على كونست كونست عبارة عن متغير لا يتغير ثابت يعني فاذا كان عندك حاجة تخاف انك انت بالخطأ تغيرها ما في احد غيرك يطور انت وزملائك اللي يطورون معك زين راح تثبتها انت باستخدام الكيوورد اسم كونست فلو كتبتنا كونست هنا اكس يساوي واحد لا يمكن تجي وتقول اكس يساوي اثنين لا يمكن راح ترفض جاواسكريبت للكلم ذا تعالى نشوف الخطأ اول لانه مهم انك تفهم الاخطاء ذي سويت سبسكرايبنا لسا يلا بسم الله يقول لك هنا الخطأ وش معنى الكلام ذا معنات انك تحاول تسوي اللي هي دراج قيم لأي assignment شو فعناها assignment الحاق لا مو بالحاق دور بمعنى ايش ياخت زين تحاول تضبط قيمة المتغير هنا لكن هذا المتغير ثابت ما تقدر ولكن لو استخدم ثلاث قلت واي ساوي اثنين وجيت هنا ببساطة قلت لا انا غيرت رايي واي ساوي واحد وسوينا كليرها الحين من هنا وسوينا الرن ما بتلاحها في اي مشكلة الحياة بتمشي فلة طيب الان بيجيك سؤال بسيط جدا دائما اسمعه ليه ثبتها اصلا انا حقول لك ليه ثبتها لما تكون تطور بالمواقع في عندك قيم معينة تغييرها قد يحدث مشكلة ضخمة في الموقع بالكامل ها اي والله اعطيك مثال بسيط جدا تخيل ان عندك ابليكيشن نيم كونست ابنيم كي اسم الابليكيشن نيم هذا وان افترض فليكس كورسز بالمناسبة هنا بتلاقي دورات تدريس معي اذا عجبك الطريقة تعال هنا ولكن هذا الابليكيشن نيم لازم يظهر في الموقع دائما بنفس هذا الشكل فليكس كورسز ما ينفع تغير صح لان هذا زي براند اسم ممكن انك تخطئ وتغير وان تكتب ابنيم او تعرف متغير نفس اسمه وان ما دريت ثم تكتب عليه هذا هو السبب سبب اخر ليس فقط عن كده يعني يبعطيك مثال اخر بلا صح لما كون نطور في المواقع في اي بي اي زي احنا نتواصل معهم والنفتر البيمنت اي بي اي فهو بالدفع راح ثبت الرابط الخاص فيها عشان ما تخطئ وتغيره وان افترض هذي باي بال الى اخره زين لما يكون في عندك باكند اي بي اي فونست نسميها اب اي بي اي بي اي بي اي باو نفس الشي ايش تي تي بي اس ثابت هذا ما يتغير ارجع وقول لك هذا لي ماذا تقليل اخطاء حتى ما تخطئ لانه الابليكيشن عندك لو في منطق معينة اعت ضبط هذا المتغير راح يتعطل ما بيشتغل ليه لانك عطل شيء اللي بتضموقع كله يعتمد عليه لان هذا المتغير انت ممكن تستدعيه من اي مكان هذي فكرته عندك قيمة ما تبيه احد يغيره ما تبيه بعد المساء استخدم كده انا بنصحك نصيحة ونخوكي زين دائما استخدم كونست لا تستخدم لت الا اذا كان هذا المتغير عندك انت تعرف انك راح تغيره بالمستقبل لذلك تلاقي ناس كثيرة دائما يكتبون كونست لا يكتبون لت لكن اذا هذا المتغير راح تغيره انت استخدم لت طيب دعنا نشوف الحلوين ذولا فار و لت دعنا نشيل هذول نتفرج على فار و لت اولا اولا لازم تعرف قصة جميلة جافا سكريبت لغة مي بجديدة ما بأمس طلعت جافا سكريبت تغيرت الرؤية حقته هدفها الوحيد شيء انها كم سطر برمجي بسيط يضيف اشياء سهلة على صفحات المواقع اليوم اللي قنات تسوي اشياء كثير لقنات تسوي تطبيقات حواتف ذكية لقنات تشتغل بالباكند لقنات تسوي ادخلت في امور كثيرة جدا مو بس في الويب بناء على هذا الشيء اكيد اللغة هذه بيحصل فيها تطوير التطوير السريع هذا يجب انه يراعي الشغلات القديمة قادة لم يحلو هنا قادة لم يحلك لانه بناء على قراءاتي فار تركت في لغة جافا سكريبت الى يومك لم تحدف مع العلم انها تسوي نفس وظيفة لت لسبب انه في مكتبات قديمة ما زالت تستخدم فار ولو انهم شالوا دعم او شالوا كيورد هذه من اللغة ماذا سيحدث؟ انهيار عظيم في المكتبات هذه وفي مواقع خلق الله مع العلم انه انا قريت وانا كان اخر انه لا ممكن ما يشلونها لكن تعال نشوف الفرق بين الاثنين اولا كلهم يعرفون متغير لو جيت قلت لت نيم يساوي هلو الله واحد اسمه لو وجيت قلت فار اكس يساوي واحد هذه كلها متغيرات الى الان ترى ما في فرق هذه وهذه زبا ماذا متى يجي الفرق؟ رح يجي فرق كبير جدا وخلنا نبدأ نقول بسم الله لو انه حبيب قلبي جيت كتب كونسول المتغير غير موجود عندك اكس وسويت رن شو بتقول لك زابوسكريبت؟ بتقول لك انه غير موجود لكن لو جيت هنا تحت هذا المتغير وقلت فار اكس يساوي واحد وش بتقول لك زابوسكريبت؟ بتقول لك انه لا بتشتغل وتقول لك انه انه غير موجود وهذا نوع من البيانات الموجودة يعني راح الخطأ ما قالك انه اكس لا قالك ان القيمة وهذا موضوع مختلف تماما هذا نوع بيانات لماذا حدث هذا الشي؟ لانه لو جيت تدقق معي شوي كتبت كونسول.log بتلاحظ انه بالبداية عن ديفايند بعدين تظهر قيمة انديفايند ثم ظهرت قيمة فيما فهوم في جابوسكريبت اسمه هو 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 هويستنج اش هو 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 هويستنج؟ شوف افضل افضل شارح له افضلت يعني طريقة بسطها لك علشان ما توجع راسك كثير زين وانه جيذا شتغلت زين ترا تسوي شغلات كثيرة من وراك ما تدري انت فواحدة من الشغلات اللي تسويها هي انه تحاول تلاقي هذا المتغير مرتين ثانية بس هذي هي الهوستنج يشتغل مع مع الفار بمعنى انه المتغيرات عندك لو عرفتها بعدين تقدر تستخدمها عادي امر اخر مع فار فار ممكن انك تسوي ري دي كلير للفاريبل مرة ثانية ري دي كلير معناته يتم تعريف المتغير مرة اخرى لو جيت الان قلت فار اكس يساوي 2 او قلنقل واحد كونسول دوت لوج اكس ثم جيت هنا قلت فار مرة ثانية اكس يساوي اثنين كونسول دوت لوج اكس فار الان سوت ري دي كلير من جديد معنا تم تعريف متغير من اول وجديد خلنا نسوي كلير مشاغل بتلاحظ انه ما في اي مشاكل مع الفار على النقيض على النقيض على النقيض مع كونس تولت لا يمكن تسوي الحركة دي المتغير يتم تعريف مرة واحدة تعال نشوف لو جينا الان اكتبنا لت هنا لت واي يساوي واحد بعدين جينا لت واي يساوي اثنين بيجي خطر خطر على طوب ما تقدر تعرف وتغير معرف شف يعني ما تقدر تعرفه مرة ثانية لانه تم تعريفه مسبقا الشيء الاخر لو جينا ناخذ المثال هذا اللي قبل شوي مع فار ترى ما يمكن ما يمكن ها انك توصل لقيمة في جاوا سكريبت باستخدام لت لم يتم تعريفها الى الان بمعنى الان لو جيت هنا نساحنا هذا كله جينا ناخذ فكرة لت ساوي واحد قبل مع فار كان ممكن انك تصل لها ولكنها لم تعرف بعد لان الكود يشتغل كذا والطريق دي لم تعرف بعد ظهرت عندي اندفين في لت ما بيجي كذا بيجي شي ثاني قالك لك لازم تسوي انشاليز اول اللي هو تعريف او ديكلير بعدين تصل له يعني حطه فوق عشان اقدر اصل له انا رن احين بتشتغل عادي الفارقة الثانية ايضا بفروقات كثيرة بينهم عشان تشوف عيوب ظهر عشان تقتنع لما اقول لك اللي بقوله بعد شوي لو جعندك مثلا فور لوب فور ظهر اكس يساوي صفر اكس اصغر من عشرة اكس بلاس بلاس زين هذا فور لوب بسيط جدا ايش وظيفته راح يشتغل اللوب لين ما يتحقق هذا الشرط ما بشغلتنا احنا نشرح اللوب اه ما بشغلتنا لو جينا قلنا فار لت واي يساوي صفر اه مرة استخدمت لت واي اصغر من عشرة واي بلاس بلاس هذا ايضا لوب ثاني ولكن اللي فوق فار واللي تحت لت وش بصير ما بصير شي حنا سوفار ما عندنا شي نسويه لو شوينا الرن للكود ما بيطلع شي هنا هذا طبيعي لانه اساسا هو التكرار يشتغل لكن ما في شي بالتكرار اللي بيك تشوفه الصدمة هذه اعمل كونسول دوتلوغ اكس اكس تم تعريفها على انها فار صح نعم لو شغلت الاكس الان رن راح تجي قيمة الاكس الاخيرة جت عشرة ليه جت عشرة شو قصة ليه طلعت اصلا موهم مسكر عليها في السكوب وعرفنا ان السكوب ما اطلع اه ما لأ فار ممكن تطلع بينما لت لا ما بتطلع لو جيت هنا قلت واي طبعا هنا في اكس ثاني عشان كذا ظهر عندي عيسره مرتين خلاص لما تجي تقول واي اي خلاص هنا واي وتشغل بيقول لك انه عن ديفاند فاريبو ليه طيب ليه بمساطة شديدة هو المفترض ما يطلع من هنا بينما فار طلعت من هنا عموما هذي الفرقات ما بينهم متى استخدم فار و متى استخدم لت انا اقول لك لا تستخدم فار ابد ليه تستخدم فار ثم لما انهم حدثوا جافا سكريب حطوه دك لت وكنست كانوا عشان يعني يقطعون دابر هذه المشكلة بس انا نصيحة لك لا تستخدم فار حتى لو شف في اليوتيوب في احد يسرح في فارها الحين قلوا ليه يستخدم فار وفي لت يمكن يكون عنده وجهة نظر يمكن الامر الثاني من الوثائق اعتقد موزلة اعتقد في موزلة قريت انه بكل الحالات حتى لو بتستخدم فار لا تعرف متغيراتك في برنامتك زين الا فوق لا تكد تحوس عندك متغيرات عندك فانكسنز عرفهم فوق يعني عندك اي نوع من متغيرات سواء مستخدم فار ولو بتستخدم لت دائما عرف متغيرات بفوق المتغيرات الرئيسية واشتغلتها نروح المفهومة اللي بعد ويا الله الان خنشوش معنى جايسون جايسون احيانا يتخربط علينا الموضوع في ناس تعتقد انه يمكن لغة برمجة يمكن تاكنية يمكن شيء معين جايسون لا شيء هذا جايسون كده تكتب جايسون جايسون ما هو الا طريقة تنسيق للبيانات لا اقل ولا اكثر شو شو تعال لو انك كتبان ما جاء بلغة اسمها جعظة وعندك لغة ثانية اسمها سي بلس بلس كيف تكلموا مع بعض ما الوبجيكت في جعظة يختلف عن شكل الوبجيكت في سي بلس بلس و سي بلس بلس تفهموا للاها كومبايلر الحالة لديك لها كومبايلر الحالة كيف تكلموا مع بعض واحدة من طرق التواصل ما بين لغات البرمجة وما بين البرامج هي الهتي تي بي وطبعا في طرق ثاني غير هتي تي بي مثل فايلز قرأتها الملفات فجايسون تعتبر عبارة عن ماذا عبارة عن تنسيق نصي تنسيق نصي للوبجيكت الوبجيكت اللي عندك تحول الى نص حيث انه يمكن ارساله حفظه في ملف في قاعدة بيانات او من خلال هتي تي بي او من خلال اوتي بر كانت شي ذا بحث ان اللغة الثانية تستقبله تترجمه تقرأه على اساس انه اوبجيكت وتتعامل معه بس تعال ناخد مثال على جيسون هذا شكل جيسون طبعا اكيد اكيد ده بتقوله يشبه مصفوفات جاواسكريبت والوبجيكت حقا جاواسكريبت بقولك ايه لانه هو اساسا المفهوم ذا طلع من جاواسكريبت زين لكنه صار دارج بلغات كثيرة وصار يستخدم في الابي ايز بشكل واجد لانه الابي ايز لها انواع كثيرة واحدة منهن انه تعطيك فورمات بشكل جيسون هذا هو لو زيت الدقق عليه شوي بتلاحظ انه شبيه جدا بالوبجيكت حقا جاواسكريبت شوف القوس الى نهاية القوس كي فاليو كي فاليو كي فاليو كي فاليو وصلا الله وبارك طب وكيف يشتغل تعال جاواسكريبت انت ممكن تعرف مثلا اوبجيكت زي كده لات يوزر يساوي وتحط الوبجيكت هنا في نيم عبد المجيب فحط في مثلا مادري كونتري بحرين وممكن تحط فيه خانف طلب ايج واحد زين هذا الوبجيكت عتى ترسله تبدي مكان ذاني لازم تحوله الى جيسون فممكن تقول هنا كونست تو جايسون طبعا تقول ليش حطيت كونست وقبل لات فاحنا نشكي قاعد ننوع لك ننوع لك يساوي جايسون دوت سترينج جي فاي جايسون دوت سترينج جي فاي جايسون دوت سترينج جي فاي ايش راح تسوي راح تاخذ هذا الوبجيكت يوزر راح تحول لك هيه الى نص حتى انك تقدر توديه لأي مكان ثاني لو جيت الان وسألت جاواسكريبت سؤال بريد مر بريد قلت ليا جاواسكريبت كونستو دوت لوق اعطيني تايب اوف يوزر ثم يا كونستو دوت لوق اعطيني التايب اوف تو جايسون راح تشوف لكن هذا اوبجيكت وهذا سترينج نسوي ران اوف هاد هم كتوب خطأ كذا كابت انه الاول اوبجيكت اما الثاني فهو سترينج فلو طبعتهم بشكل مباشر ماذا سيحد بالطيب بتلاحظ ان هذا هو واحد نص واحد وبشكل بس هذا نص بسيط جدا لاحظ من علامات تنصيص هذه الفكرة طبعا احنا بيشوف بعدين قصة شون ترسل هي لكن ابيك تفهم انه ترى مجرد نص لا اقل ولا اكثر ممكن عندها مصفوفاتك لو عندك مصفوفة يعني افترضنا انه اليوزر هذه عبارة عن مصفوفة افتحنا قوس كذا وفيها اكثر من مستخدم ممكن تتحول المصفوفة طبعا ايه ثورا نشوف تحولت الى مصفوفة لاحظ انها موجودة بين علامات تنصيص بعدين فيه المربع القوس المربع هذا بعدين عندك الوبجيكت موجودة من الداخل الان طيب انت لو انك استقبلت نصي هذا وهذا دائم يصير انت لما تتصل على اي بي اي معينة بتعطيك جيسون انت حتى انك تقدر تقرر جيسون هذا او تتعامل معه مثل انك تظهره في صفحتك او في اليرت معين عندك تحتاج انك تحول هذا الى اوبجيكت اوكي اوكي كيف نحوله الى اوبجيكت الحين هنقول كونست تو اوبجيكت أو بي جي يساوي جيسون دوت باس باس ينترجم تو جيسون الان هذا راح يترجم غالبا انه تو جيسون هذا مو انت اللي تكتبه هذا ممكن تستخدم عطريق فتش وراح اسرح فتش قدام شوي عشان تفهم في شيء ثاني اسمه ولكن الان ماذا سيحدث اللي سيحدث باختصار شديد انه الان اصبح عندي امكانية اللي اني تعامل مع النص هذا على اساس انه اوبجيكت في جاباسكريبت اللي هي الاري فلو جيت الان قد كونسول دوت لوك تو او بي جي اللي هي تو اوبجيكت وطلبت اول قيمة لانه هي مصفوفة وسوينا كلير وشغلنا بتلاحظ انه بي جيك اول قيمة موجودة في المصفوفة هادي يا سلام ولقيت عطيني الاسم دوت النام كلير بوسه بوسه طيب حلو احنا ماشي نصاحي للان اذا الفكرة الان ببساطة شديدة انه انت اذا عندك اوبجيك لازم ترسلهم بشكل جيسن واذا استقبل جيسن رح تحول هذا الجيسن الجيسن ما هو الا نص بسيط في ملفات جيسن وفي ايضا ممكن تستلسل عن طريق اشتيتي بي وممكن يحفظ في قواعد البيانات اللي هي اسكيو ال قواعد بيانات اسكيو ال احيانا يكون في اعمدة يحفظ فيها جيسن عرفت شو اديته طريقة التواصل غالبا عشان تتواصل مع اي بي اي اي لغتين تواصل مع بعض وتبر كان هذا الشي اشهر استخدامات وهي الاشتيتي بي ريكوستس نروح المفهوم اللي بعده يلا دوم بوم اه ايو والله في عندنا في جاوسكي مفهوم اسمه دوم وفي مفهوم ثاني اسمه بوم كنت راي مو مفهوما حقيقة هم قالوا اي شي يتعلق في المستند راح نسميه دوم اي شي يتعلق في البراوزر راح نسميه بوم لذلك هذي اختصار لي دوكيمنت اوبجيكت مودل بينما هذي براوزر اوبجيكت مودل وش القصة؟ القصة يا ابني جاوسكريب كيف تقرى صفحات اله تيميل؟ اعمل انسفكت هنا واعرض مصدر حق الصفحة هذا كيف تقرى جاوسكريبت عمتك عيونك انا اسف بس عد لازم جاوسكريبت تقوم حول هذا كله كله الى اوبجيكت اسمه دوكيمنت حتى انك تقدر تصل للعناصر العناصر الموجودة فيه وتقدر تعدل فيه مثل انك على سبيل المثال للحصر وتروح وتقول التايتل وتغير التايتل كيف تقدر التايتل؟ جاوسكريبت تحول لك الى اوبجيكت اذا عندك البادي هنا موجود شوف البادي هنا حابة تغير لون البادي او تضيف كلاس في البادي جاوسكريبت تحول لك الى اوبجيكت عشان تقدر تقول document.body.classless.add لاحظ تحول الى اوبجيكت الان هذا هو الدوب المستند هذا طبعا هل المستند فقط فيه الشغلات ذي؟ لا المستند فيه امور اخرى ممكن تصير مثل الـ events الى احداث المستخدم يضغط على حاجة لما يضغط على هذا الزل وشي يصير؟ المستخدم يضغط على كيبورد وشي يصير؟ هذي فكرة الدوب تعال ناخذ مثال بسيط جدا طبعا المرة هذه احنا بنحتاج انه نفتح الكونسول هقدم تصفح هنا وراح نكتب انا وياك console.log اكتب باقة document لاحظ ماذا سيحدث عندك هنا يا الله يا الله اوكي ظهر عندك هنا document شايف document؟ الان وش وهذا؟ هذي خصائص كتيرة الان في الـ document ممكن يسويها ولكن اشي يهمك في الـ document بالضبط؟ اشي يهمك في الـ object هذا؟ طب صراحة كله مهم يعني انت مش تبجين بالضبط لكن ايهم انك تعرف خصائصه؟ انا هنا مو بشغلت يصرح كل قصائص تغلت يفهمك اش معنى دوم؟ لو جيت تشوف الـ children مثلا او الـ child note هنا وش موجود فيه؟ هنا موجود فيه كل شي تحت الـ document هذا ولو في تحت الـ document الان بتلاحظ انه فيه HTML اوكي وش داخل HTML؟ تقريبا نفس خصائص الـ document طي لو دخلنا داخل HTML الان بلاحظ انه فيه children بتلاقي انه فيه head فيه body يعني ممكن توصل للهد وتعدل فيه مثل تضيف سكريبت او تضيف ملف CSS وممكن انك تروح للـ body وتعدل في لونه ترى هذا الدوم بس لو تروح بعيد هذا هو الدوم هو واحدة من اهم اجزاء جاوا سكريبت اصلا هذا شق كبير في جاوا سكريبت زين؟ فانت حاول نكتفهمه دائما فكرتي هنا الان بوضح لك وش معنى دوم؟ طيب الان وش ممكن اسوي انا انا العين عندي في الموقع هذا فيه امكانية الى اني اشوف الصفحة هذه صفحة جزء من الموقع تعالوا نشوف وش ممكن يصيه لو اني سويت document.body document.body هي المنطقة اللي قبله شوي فيها الـ body هذا خلو نسوي view frame source زين؟ طبعا هذا الفريم الخاص فينا الان احنا وصلنا هنا document.body هذه انا هنا اريد اضيف style يكون الـ background احمر document.body.style style background color ساوي رد شغل 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 حريقة الاحمر طرح شاكرت اني بليس عيني عمر حريقة شفت؟ هذه فكرة الدوم ليس فقط هنا زين؟ يعني انا بلاش احمر خلاص رجعوا مثلا جميل هذا في اشياء ثاني قد تحدث نعم اشياء كثيرة يعني ممكن اقول document.body ونكمل ونكمل document.body اذا تم الضغط على هذا الـ body هل انا ممكن يسوي شغلة معينة نعم لو المستخدم جاء وضغط على اي مكان هنا هذا تسمى event بس الـ body عندي ترفاضي الحين ما عندي body لانه ما عندي محتوى فخلونا نروح المكان منطقة الاجتماع لهذه ونضيف اي حاجة اي كلام بس خنضيف اتش وان اتش وان او ترى ممكن بالسي اس اس تخلي الـ body من مئة بالمئة مثلا نكتب هاي شاء الله لو صح نحتاج نسوي run انيواز خلونا نسوي run ننشيل هذي عشان نشوف ان هاي ظهرت ونكتب document.body.onclick اذا تم الضغط على الـ body onclick هذه واحدة من الـ event الـ events في جاواسكريبت الاحداث هذه كلها تبدأ بـ on في شيء ثاني اسمه event listener ما محتاج ما محتاج نسوي الحين مو بفكرتنا ندلس الـ event listener لكن الـ onclick الان لو قلنا يساوي function بهذه الطريقة فقط نكتب هنا console.log clicked ونشغل هذه واحدة من خصائص الدوم ايضا لو جيت هنا على الـ console اه زين لا احظ بسوي clear الان لو ضغطت انا في اي منطقة الان هنا ظهرت عندي clicked طيب وشو البوم مجال اذا اتفقنا خلصنا اتفقنا الان انه الدوم هو المستند وكل ما يتعلق بالمستند من شكل من احداث من ما تنظر كان داخل الصفحتي كشكل البوم هي خصائص المتصفح مثل التخزين مثل الـ local storage على سبيل المثال عندك في المتصفح في الـ local storage الـ local storage يكون موجود في البوم زين الـ window object بالمناسبة في عندك رأيش اسمه window object واحدة من الاشياء اللي ممكن تستخدمها للوصول للبوم عندك لانه فيه object عندنا اسمه window لو كنت وسألت javascript console.log window.location الآن وشغلت رن يلا اللي هي موقع هذا وش عبارة عن وشه كله هلا بما في ذلك الرابط الخاص فيه يعني ممكن نحط اش ريف فيه وخلاص إذا نبي الرابط هذه من الخصائص المتصفح الـ local storage أيضا اللي هو التخزين ركز معي بحاجة مهمة جدا لما انك تبي تدرس أو تيبر عليك مفهوم دوم اعرف انه شكل المستند المستند وما يحتويه المستند البوم المتصفح كبراوزر وما يحتويه هذا الـ object اللي هو الـ browser تعالى مفهوم الجاي يلا وعدتك أن لأ أصيد المحاق الله بشطان يا عينيك طيلة عام اللي راح أدرسه أنا وياك الآن هي الوعود الـ promises أنا كلما شفت الوعود زي لو كلما سمعت promise تذكر الكلمات هذه promise في جاوسكيبت وظيفته نحن لما أقول promise واحد يعني وش معناه؟ معناه سأقوم بي عمل شيء ما ولكن مو بالحين بعد شوي أتعب كيفي؟ هذا هو promise وش قصة promise بالضبط؟ promise في جاوسكريبت استاذي الفاضل فعبارة عن شغلة معينة بالصير هذه الشغلة ما راح تشتغل بشكل مباشر راح تنتظرها أنت لين ما أنها تنتهي؟ بس لما تنتهي تعطيك حاجة بين ثنتين يا تقول أنه تحقق الشغل تفضل هذه النتيجة يا تقول أنه حدث خطأ وهذا هو الخطأ أنا ما راح أبني لك هنا promise اللين درجته قبل يصدع فيك أنا بجيب لك استخدام promise حقيقي لكن promise ينكتب بهذه الطريقة لت بي هنقول بي على طول اختصار promise يساوي new promise promise يتكون من مرة من حاجتين الحاجة الأولى هي resolve يعني إذا انتهى عمل طبعا هذا الـ call back functions زيان إيش معنى call back function هو function راح يشتغل عند استدعاءه داخل function ثاني طيب عندنا resolve عندنا reject هذول يترى parameters اكتبهم زي ما تابين بعدين راح أفتح هنا أقواس طبعا أنت ممكن ما تكون مرتاح مع الصيغة دي ممكن تكون متعود أنك تكتبها function بهذا الشكل زيان أنا ما أحبه إذا ما بحتاج function راح أستغني بهذه الطريقة الآن promise راح يشتغل عندك زيان بمعنى لو جيت أنا وقلت هنا console dot log P أغلت ما أعظم من هذه الـ console تطلع اللي بـ promise لك خلونا نشوف مه ما طلع إذا كفت على الـ console عكتل متصفح هنا خلونا نوديها على الجهة اليمين ونتفرج فينه فين الـ console فين الـ console هنا بيطلع مه ضيعته والله بيق هذا الـ console هنا طيب شفت كتاب لك هنا أنه هذا promise لو فتحت promise بتلاحظ التالي بتلاحظ أنه pending لماذا هذا؟ لأن هذا promise ما يخلص على طول شوف الله مو منطقي المثال ذا أنا أول مرة درست promise قلت تشيبون ذا ولا بداية استوعبه بس أبيك تفهم مع النقطة هذي أنه promise يمر في حالة اسمه pending اللي هي ما بعد انتهى ثم يمر في حالة ثانية اسمه fulfilled انتهى ثم بعد fulfilled هذي اللي هي انتهى يعطيك نتيجة أنت إذا بغت برمج promise وهذه هي اللي تجع رأسك بتقول أنت ليه برمج promise مالله صعب نكتفهم promise بالبداية أدري لذلك أنا بجيبك promise يشتغل بس تركز معي في فهم هذي زيان promise رح يرد عليك متى بيرد عليك كيفه؟ أنا الآن داخل promise هنا في عندي البرامتر اسمه reject لو سويت reject هنا وحطيت بين علامات التنصيص هذي سبب الرفض لأن promise ممكن ينجح ممكن يفشل وكتبت هنا مزاج زيان و جيت وشغلت run لما شي بيقول لي هنا توقع يقول لي object ثاني object promise object promise زيان لو رحنا على الكونسل هنا فينا بسم الله حلو شاك خطأ خطأ هذا انت اللي سويته هنت ممكن تبرمج الخاصة فيك بالطريقة دي طيب هنت ممكن أيضا تسوي resolve resolve يعني يعني ناجح اطلاق ترك اشغيل وروح تسوي resolve الآن ليش بس مزاج او حلو استغلت بس طبعا هذا الخطأ ما ندخل الآن شيف قالك fulfilled اختلف الموضوع موبل أحمر مو خطأ reject تعطيك error resolve ما تعطيك error resolve تعطيك نتيجة انه خلص و هذه نتيجته طيب الشيء الثاني اللي بك تفهم هو انه اساسا احنا ما نشغلهم بالطريقة دي يعني يكون في عندنا شغل في promise من داخل منتظرين مستخدم يسوي شغله منتظرين على احد يسوي شي فاحنا تراهم كلهم موجودين مو بس واحدة يعني انت ممكن تحط reject وتحط سبب الرافض زي ما قلنا قبل شوي خلنا اكتب سبب الرافض random error او ممكن تحط resolve وتكتب هنا done the job مين اللي رح يشتغل الآن بالحالة هذه هاللي اللي رح يشتغل عندك هي resolve او اللي رح يشتغل عندك هي reject reject لانه اول واحدة تيجي تشتغل وتطفي باقي promise promise عندك ما رح يشتغل اكثر من مرة مرة واحدة اذا تحققت هذه اشتغل اذا تحققت هذه اشتغل طريق واحد تتعال ناخذ مثال بسيط جدا انا ممكن احط هنا if true اذا كان صحيح سو resolve لاحظ انه هنا ما قلت إلز ولا حاجة بمعني ما قلت إلز يعني هذا بيشتغل مالو داخل هذا برا الشرط رح اجي هنا وقول نسبكت مرة ثانية وروح نشوف اللي هو الكونسل نسوي لها كلير ونشغل promise لله شوف مع انه reject موجودة المفترض تشتغل ترى لانه انا ما قلت إلز هنا لانه هاذي برا عادي انها تشتغل برا لانه خارج الف اول ريزولف يجي او اول واحدة يتجي reject او ريزولف تشتغل بمعنى انه لو كانت ريجكتي اللي موجودة بالداخل ليست ريزولف ستشتغل ريجكت واحدة بس يتشتغل ترى زين لاحظ اشتغلت عندك ريجكت طيب جميل جدا الان احنا ماشيين والامور طيبة ابغاك تشوف حاجة ثانية مهمة جدا بروميس سويته انت لكن كيف تنتظر شغل بروميس في اكثر من طريقه راح ناخذ الطريقة الاولى البروميس عندك تنتظره عن طريق ذن دوت ذن ذن معناتها انه راح اصبر ليه ما يخلص راح تجيك هنا رد الرد هذا ممكن تسمي بالاسم اللي تابي مثلا ممكن تسمي داتا وهنا التعامل معه انا هنا اللي بسوي بس بس بسوي كونسول دوت لوج للداتا اللي جتني من عنده وفي دوت كاتش عشان لو جاء خطأ بتعامل مع الخطأ هنا بكتب كونسول دوت لوج ارر عادة انا حنا ما نسوي كونسول لوج هنا عادة انا ممكن نعطي اليرت للمستخدم لكن الان انا وش سويت فوق طرى هذا بروميس من صناعتي البروميس راح يسوي ريجكت بما انه راح يسوي ريجكت راح يجيني ارر بس وراح اتعامل معه هنا بالمنطق انا بديه الكونسول لوج بسوي اليرت احسن عشان شوفه ارر وراح اشغل الان رن شفتك ارر هنا حلو لكن لو انه مو ريجكت لو انه ريزول ما بيجي كرر اطلاقا راح نسوي كونسول لوج احنا تلاحظ انه يبيجي عندك نتيجة هنا مكتوب فيها المعلومة هذه اللي هي احنا تلتقاب رن احنا تلتقاب احنا تلتقاب طيب وكيفي صعوبة في فهم وادري احنا كده انا اجبلك مثال زي الناس مثال زي الناس شيل هذا كله راح نستخدم فتش فتش عبارة عن بروميس موجود في جافا سكريبت وظيفة انه يتصل على باب اي بي اي معينة يجيب منها بيانات يعطيك اياها فانا عندي اي بي اي بي اي اسمها جايسن بلايس هولدر هذا اسمها اذا انت حابت تلعب شوي ازين هذا اسمها تقال في جوجل طبعا هذي اي بي اي بي اي يمكن تاخذ منها اللي تبي هنا فيه من ضمن الخصائص الموجودة انك ممكن تحصل على منشورات بوستات عشوائية فانا باخذ المنشورات هذي بشتغل عليها هنا الان انا ممكن احطين علامات التنصيص فتش واتصل الى اي بي اي ثم اقول دوت ذي اذا تم الاتصال تجيني بيانات صح؟ صح البيانات هذي شنوعها؟ راح يجيني تكست التكست هذا عبارة عن جيسون شوفو هنا هذا جيسون فانا بدل ما ادخل في ليلة طويلة بتعطيني رد اللي هو الرسبونس راح حول الرسبونس بشكل مباسر الى جيسون فهذا الشكل بعد تحويله الان اقدر اتعامل معه اصبح عندي الان اوبجيكت طبعا هم تحولته من جيسون الى اوبجيكت بالمناسبة من هنا ليس العكس الان بعد عملية التحويل راح اقول دوت ذين الان جتني داتا هنا في الداتا ذي بسوي الان بتلاحظ ان المعلومات هذيك جت هنا راح ينتظر بتقولي ليه ينتظر في الافي ايز رضيكت جواب مقنع الحين بس خليوا يسوي له لوكي طلص المعلومات اللي كانت موجودة هناك اصبحت موجودة هنا وهذا ايش معناه؟ هذا معناه انه انا ممكن اجي هنا واقول التالي اه فور لوك لت لا فور لت بوست اوف داتا وسوي هنا element يسوي document dot create element هذا راح يخلي division element element dot inner inner text يساوي يساوي ماذا؟ انا جاي عندي الان بيانات من برة من ضمن البيانات الموجودة هذي user id وموجود التايتل انا قاعد نسوي لوبها الحين فالانر تكست الخاص فيني راح يساوي post dot title بعدين بعدين ولا حاجة راح اقول هنا document document انا قاعد العب بالدوم هالحنا document dot body dot append يعني الحق لي العنصر هذا الانحين راح تعرف فائدة الاتصال في ال API وليش قاعد ننتظرها run اوه في خطة صارت لا شوف جو هنا عشان كده نقاعد ننتظرهم لان ال API ممكن ترد عليه الحين ممكن ترد عليه بعد عشرة ثماني ممكن تكون هي بطيئة ممكن يكون اتصال مستخدم بطيء فلازم انتظرها ليه ما تخلص هذه الفكرة بس هذا الانتظار تعالى المفهوم اللي جاي بعده له علاقة بال promises يلا ال promise شغلت وشغله كيف شون انتظره لذلك في مفهوم ال async وال await ما معنى async و await الكود عندك قد يشتغل بشكل متزامن وقد لا يكون متزامن اللي قدامك هذا غير متزامن ما معنى غير متزامن يتنفذ لكن بعد فترة لذلك لازم تنتظره فايجي عندنا مفهوم ال async وال await ال async وال await فكرتها هو انه يكون في عندي function عبارة عن async غير متزامن الآن هذا ال function اللي هو غير متزامن اقدر استخدم فيه خصائص انتظار تشوف الكود عندك هذا وش بيصير العام ممكن اني اجي اكتب function هنا طبعا لازم عسان يكون async اكتب هنا async function نفترض هنا انه get data اسمه بس get data هذا ال function الان get data راح اقض fetch زي ما هي هنا وبسوي التالي بقول let response يساوي await انتظر انتظر هذي تقلص اذا خلصت هذي ممكن اكتب let او const اللي تابي let data تساوي response dot json بس ايه لازم تقول له await ليه await تنتين لانه حنا انتظرناه مرتين بوق وبكذا شغله الان وشي اللي صار عندك لو جيت هنا سويت console.log وليه ليه console.log هذا الفورد خلينا نجيب وناخده ونحطه هنا قارن للاثنين اللي تحت هذا ابسط وأوضح هذي فكرة ال async await بالمناسبة هذي يسمى syntax sugar syntax sugar syntax sugar ليش اسمعنا syntax sugar معناته انه تبسيط للسنتاكس يطلع syntax اسهل من الاسلوب الكتابة الان لو جيت هنا وشيلد هذا وشغلت الحلو ذلك هذا يحتاج استدعاء بالمناسبة قلت له get data هنا clear طبعا هذا شغلنا القديم خللو نسوي رانا الان نشوف راح طرع نفس النتيجة هذا الانفهم ال async والاويت بكل بساطة قصيط جدا بدل ما انك تستخدم ال promises بهذه الطريقة تقدر تستخدم async والاويت بهذا الشكل بس اتفقنا اتفقنا وش قصتهم قصتهم تبسيط يعني الدراما اللي صارت عندك قبل شوي كله صبحت بهذه الطريقة مو بشرط ان تكون for loop ترى يعني for loop ممكن يكون مكان ثاني get data تشتغل بهذه الطريقة خلاص لانا ممكن اني اجيب ال data وسيقل هنا data راح يصير اللي راح يصير انه صحيح ان ال function يشتغل لكن ترى الكود عندك يقعد يسوي انتظار هنا فالان رجعت ال data هنا اذا نقدر اقول هنا let اصبر let posts post not need let خلق نقول const posts تساوي اه لست مستحي قالك promise يا بوي ماذا ما اصدار ماذا صار ماذا حدث ماذا حدث طب انا بسوي ريتين لهذا طب المناسبة الانتظار ريتين ذي ما لداعي ترى انت رجعت اويت وهذا معنات لك لازم تنتظرها تخلص شو معنى الكلام ذا معنى الكلام هذا انه مضطر انك تسوي اسينكو اويت مرة ثانية ولا تقدر تسوي اويت هنا ما بتقدر شوف مران ليه ما بتقدر لانه تحتاج تكون داخل اسينك ما بتشتغل هي يلا شوف ما تقدر يقول لك only valid in async functions لذلك الان راح عارفك على شي برضو لوزك يسمى IIFE اللي هو intermediate invoke function expression يعني function يشتغل بدون ما تسمى function أنا هنا مضطر استوي استدعاء لفونكشن عشان يشتغل ايه في جابا سكريبت في طريقة ثانية لتشغل الفونكشن الفونكشن يكتب عندك بهذه الطريقة فونكشن تحط اسم الفونكشن مثل تست ثم تحط قوسين ثم تشغله ثم عشان تشغل هذا لازم تستدعي تكتب تست كده يشتغل لكن انا مضطر استوي دراما دي كله انا ممكن افتح قوسين اسوي function خلص من الفونكشن اشغل الفونكشن الان هنا بالداخل بالداخل هنا ممكن اسوي ما يحلولي وهذا معنى انه هذا ممكن اسوي اسنك هنا وهذا اخذ وحطه هنا وصلى الله مبارك لا واثقة من نفسيها مش واخف بانك يلا هي طبعا مظهر شيء بالكونسل ايه ايه انا استدعيتك اسنك تساوي اويت يت داتا يسمك الداتا اي يس منصل شكلي ما سويت لوك بس طبعا اوه اشتغلت ما سويت لوك شكلي قبل شوي طيب خلاص وش الفكرة الان وش معنى المصطلح هذا هذا معناه انه يشتغل بدون استدعاء ما له اسم يشغل نفسه طريقته باختصار شديد قوس هنا خلنا نكتبه هنا قوس يس فانكشن قوسين استدعاء بس انا ما اكتب فانكشن هالي انا جيت استخدمت الارو فانكشن اللي هي تكتب بهذا الشكل ابسط شكلا الان اصبح عندي امكانية الى انه يشغل اسنك والاويت زي من خلال الاي اي اي اف اي عرفتوش معنى البروميس عرفش معنى اويت واسنك صح ترى فكرتهم باختصار شديد انو قد انتظر انا وابسط العملية حكت البروميسس كم تشو بيه لمرة فممكن تصير الارويت حل ممتاز لجنابك المفهوم اللي بعده يا الله هذا اخر مفهوم عدري انك من لاته ها اخر مفهوم تولي لسه اشتغرقم الاريز في جواسكريبت انا ادري والله انكم تستغرب لسه بقولك شي جواسكريبت مفي شي اسمه array كجواسكريبت ما تشوفه array جواسكريبت تشوف كل شي بالديني object. والدليل يساوي هذه بينما واحد يساوي هذا object. لو سألت جافا سكريب قلت لها و جيت قلت لها اللي هو واحد بتلاقي ان الاجابة واحدة بتقولك انا ما افرق بين عيالي كلهم يلا تكفى خلص شف تقول هذا object وهذا object وهنا في عندك مشكلة عندها. مش لو انت تعرف ان هذه هي array ولا لا? صح? رجع راش. لانه في حالات معينة تبغى تتأكد هلك array ولا مو بarray. انا في طبطة بتسوي loop. وديك تأكد هي array ولا لا? في جاوة سكريبت الحمدلله في خاصية اسمها is array. نقدر نستخدمها. فاذا حاب تتأكد نقدر نسوي هنا console log. log. اكتب array. is array بهذا الشكل. وحط فيها اللي تبي انا بحط فيها users. users هذه عبارة عن array. فترد لي تقولي true. شغلاتها تقولك true ولا false بس. شغل. تقالك true. لو حطيت فيها user. run. تقريبا استاذ الفاضل انتهيت رحيم من الفيديو. انا ما غطيت كل جاوة سكريبت انا حاولت انه تكلم عن المفاهيم الشائعة اللي حينا يساء فهمها في جاوة سكريبت من الكثير من الناس اللي حاوليني. قد يكون في عندك بعض المفاهيم اللي انت تشوف انها صعبة. زين ممكن تكتب لي ها تحت. قد يكون في عندك فكرة حاب تشتاحها. ايضا اكتبها لي تحت في الكومنتات. سعيد جدا انك جلست معي لنهاية هذا الفيديو. حاولت انه ما يكون طويل لان فيديوهات طويلة وملة. بس لازم يكون فيديو واحد. عشانة ساعدك. شير كومنت كل شيء يسوه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي. مع السلامة. اشتركوا في القناة